اللي بعدها يلا شيكا بالا سطورة شيكا بالا معاك ولا عليك لا معايا طب ماشي بتشوفوا ازاي من وجهة نظرك بشوفوا لعيب ربنا فبحانه وتعالى ادالوا موهبة فزة في كرة القدم وهو رغم كل النجاحات اللي عملها ورغم كل الحب اللي شافوا من جمهور الزمالك لكن امكانياته كانت اعلى من كده بكتير وكان ممكن يصل مستوى في الكرة عالمي مش محلي فقط شايف ان الجمهور الاهدي بيظلم شيكابالا طبعا في طريقة التعامل معاه ولا شايف ان شيكابالا هو اللي بيستفز الجمهور الاهدي لا بصي شيكابالا شخصية ممكن تستفز لو حد دس على كرامته او او على كبرياءه او على يعني هو شخص ممكن يبقى عنيف في رده دي شخصيته وهم اهلي اسوان كده اهلي اسوان والنوبة والمنطقة دي والقاطية بالناس طيبين جدا بس محدش يدوس على كرامته ايو او يقلل منهم صح وتلاقيه ابن بلد وجدع وكده الا كرامته وا الا اهله تحمل ملا يتحمله بشر يعني اه 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 تعامل بعض الجامعات تعاملت معاه بعنصرية وتنمر بتكلم على لونه وعلى شكله وعلى وعمله حياة كتير قوي على مدار السنوات طويلة جدا وعلى فكرة شيكابالا طلع وتكلم في هذا الموضوع ايوه اه مع الاعلامي عمر قديم وقال انا متضايق جدا الموضوع ده مهما كان الاختلاف ما يوصلش للمرحلة دي شيكابالا شيكابالا مش بيحب الاعلام ومش بيظهر في البرامج شيكابالا اول مرة في حياته يظهر كان في قناة النادي الاهلي وكان القناة النادي الاهلي بسبب استشهاد الله يرحمهم جمهور الاهلي في مطش المصري ايوه وراح يعزي وطلع على القناة وتبرع بردبه في نادي الزمالك لضحايا مبرات المصري والنادي الاهلي فهو شخص من جوا بني ادم لكن ما بيحبش التطاول اتربى تحت مدرجات نادي الزمالك يعني الطفل عنده 15 سنة جي عاش لوحده في القاهرة تحت مدرجات جوا نادي الزمالك وبيأكل جوا نادي الزمالك وبيتعلم جوا نادي الزمالك فكان لوحده في الحياة وبالتالي بيحب دايما اللي يطبطب عليه واللي بيدوس عليه بيبقى قاسي جدا في رضا